عبرت أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم أول رحلة لها قناة السويس وسددت رسوم عبور قدرها 964 ألف دولار وأكد الرئيس هيئة قناة السويس الفريق مهمميش أن الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملحة في القناة تعطي دلالة واضحة على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة التي تحققت بالدعم الكامل من الرئيس السيسي ووقوف الشعب المصري خلف هذا المشروع العملاق من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الملحية المقدمة